تخوض إيران في العراق معركة أخرى غير تلك السياسية التي سيطرت فيها على رئاسات الثلاث وهي معركة السيطرة على المياه وحرمان العراق من حصته التي أقرتها المواثيق المتفق عليها بين دول المنبع ودول المصب وبالفعل لم تتأخر تهران على الوفاء بتصريحاتها الأخيرة حين قالت إنها مستعدة لخوض حرب إقليمية من أجل المياه في المنطقة وعليه قلست أكثر من سبعة مليارات متر مكعب من المياه الجارية سوب العراق في المناطق الحدودية بين البلدين وهو ما يهدد الملايين في جنوب العراق بالنزوح من قرائهم ودمار أراضيهم الزراعية ونفق مواشيهم فضلا عن التصحر الذي سيهدد أهوار العراق المسجلة على رائحة التراث الإنساني وكانت إيران غيرت في وقت سابق مجرى نهر الكارون بالكامل بحسب تصريح الحكومة في كردستان العراق وأقامت ثلاثة سدود كبيرة على نهر الكرخة بعدما كان هذان النهران يمثلان مصدرين رئيسيين للمياه في العديد من المحافظات العراقية لكن الفارق في الحالات العراقية عمن سواها من قضايا المياه العالقة بين الدول في العالم هو أن قرار القطع كان بأمر من خامنئه وهو ذات الرجل الذي تأتمر بأمره قادة الميليشيات والكتل السياسية التي تسيطر على الساحة السياسية والعسكرية بالبلاد وتقول إنها تريد نقل تجربة الثورة في إيران العراق فأي خير يقول العراقيون من هذه التجربة التي تؤكد أنها آتت لتخليصهم من الإرهاب ومساعدتهم من جهة وتقطع بالمقابل المياه عن أهله وتعرض أراضيه للجفاف والتصحر فيما يبدو أنها حرب حقيقية تحمل دلالات سياسية وتاريخية على بلاد الرافدين